هنضل بأجواء شهر الكتاب نرمينه لنحكي أكتر تفاصيل عن المعرض امتى بلاش ولا امتى حيستمر وعن أهم الكتب الموجودة ضمن المعرض أكيد هنعرف دول المعلومات مع ضيفنا السيد ماهر أشفا دايدة وهو مدير المعارض في الهيئة العامة السورية للكتاب سعد صباحك سعد صباحك وصباح مشاهدين ياهلا 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 وسهلا فيك ونحكي عن معرض الكتاب السورية اللي رح يمتد لمدى شهر كامل وبمختلف المحافظات السورية خليني نحكي عن هذا الحدث الثقافي أول شيء التحضيرات له وشو كان المختلف بهذا العام التحضيرات تتم قبل شهر منه لغاية تزويد جميع المحافظات واحتفاءا بالكتاب السوري اللي ما له من مكان مرموقة في المكتب العربية يقام كل عام شهر الكتاب السوري يفتتح برعاية سيدة دكتورة لبان مشوح وزيرة الثقافة في كافة نوافذ البيع لدينا في المراكز الثقافية بالإضافة إلى معارضنا الدائمة كمعرض جامعة تشرين في اللازقية معرضنا الدائمة في كلية الآداب يضم المعرض وتسعى الهيئة من خلال هذه المعارض إلى تقديم جميع إصداراتها القديمة والحديثة منها خلال السنوات والأعوام الماضية والإصدارات الجديدة لتصل إلى جميع القراء نسبة الحسم قدمنا نسبة حسم 50% على جميع الإصدارات لتتمكن الجميع من الحصول عليها كون تسعى الهيئة إلى تقديم جميع المخطوطات وجميع الكتب بما تضمنه من مواضيع ومضامين ثقافية وفكرية وأدبية منوعة سيد مهر حكيت نقطة أنه اليوم المعرض بجميع المحافظات السورية خلينا نحكي اليوم كيف تم التنسيق مع المحافظات مع الأشخاص المسؤولين عن هذا المعرض واليوم يعني شو أهم العناوين الموجودة ضمن المعرض يتم التنسيق للمعرض بالتعاون مع مديريات الثقافة في المحافظات في كافة المحافظات ورؤساء المراكز الثقافية يتم تزويدهم بالكتب قبل بداية المعرض بأسبوع أو عشرة أيام ليتمكنوا من تجهيز المعرض وتم افتتاح المعرض في وقت واحد في جميع المحافظات السورية تمام اليوم من اللي بيختار العناوين يعني الكتب اللي حت شارك بالمعرض خلينا نحكي بشكل مفصل أكتر يعني كرمال الناس اللي عم تشوفنا تمام بالنسبة للعناوين والكتب التي نحن نطرح جميع أصدارات الهيئة كتب منوعة بما تتضمنهم من مضامين سياسية ثقافية وأدبية كتب تعنى بالترجمة القصة الرواية بالإضافة إلى ما يخص التراث العربي لدينا كتب إضافة إلى السلاسل والدوريات التي تصدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب ومؤخرا صدرت مجلة المخطوط العربي منذ أشهر بالإضافة إلى مجلة جسور ومجلة المعرفة لدينا مجلات عدة مجلات الحياة السينمائية الحياة التشكيلية الحياة المسرحية جميعها إضافة إلى سلاسل الأطفال لدينا سلاسل الأطفال مهمة ومميزة كسلسلة مكتبة الطفولة السلسلة عبارة عن ما يقارب 1200 كلمة تتضمن رسوم 1200 كلمة وتتضمن فيها رسوم للأطفال يعني تلوين بإمكانه الطفل يقرأ القصة ويلومه نعم ولدينا سلاسل قضايا لغوية ومنوع يعني كتب منوع كتب منوع تشمل جميع مضامين الثقافة نحكي عن المكان اللي عم يتم فيه اختيار المعرض بدمشق كان هو كلية الأداب أكيد الخصوصية معينة وبالمحافظات الثانية خلينا نسكر وين متواجدة وكيف على أي أساس عم يتم الاختيار المكان هل هو يترى أنه حيوي ممكن في عدد زوار كبير ممكن يكون أو فئة عم تستهدفوا فئة عمرية معينة المكان كحيوية الجامعة نستهدف المكان نحنا بالنسبة لك كون الجامعة كلية الأداب تضم الشريحة الأكبر الشريحة العمرية الأكبر وهي فئة الشباب لهذا الغرض نحن نركز على أنه الجامعات كونها تضم الشريحة الأكبر من الفئة العمرية كالشباب واليافعين بالمحافظات الثانية وين عميكم؟ بالمحافظات الثانية عملنا مثلا معرضنا الدائم كمان في جامعة التشري معرضنا الدائم ولدينا نوافذ بيع يعني بالمراكز الثقافية جميع المراكز الثقافية نقاط بيع متواجدة حاليا نسعى بتوجيه من سيدة وزيرة الثقافة الدكتور ثائر أنه نحاول نفتح نوافذ بيع بالأماكن المحررة كثير حلو موضوع نشر اليوم نشر الثقافة وتبادل الخبرات بين الطلاب وبين الكاتب والقارئ ولكن اليوم نحن بزمن السوشال ميديا اليوم الناس راحت تعدنا شوي عن الورقيات وصرنا نروح فوراً للموبايل للفيس للأخبار للسوشال ميديا نأخذ حتى الكتب نحن ننزلها يعني نقعد نقرأها بس أكيد هذا الشيء عم يفقد متعة القراءة اليوم من خلال رؤيتكم من خلال المعارض كيف عم تلاقوا لسه في قبول على أصص الكتب بالنسبة لوسائل تواصل الاستماعي موجود وأي كتاب ممكن تحميله لك بس بدي ألك على الشغلة أنه يبقى للكتاب خصوصيته بالنسبة للقارئ والمهتمين بالقراءة تبقى خصوصية للكتاب نحن خلال المعرض صلو يومين لدينا نسبة مبيعات ما يقارب المليون ليرة في معرض الآداب يعني الأخبال جيد والحضور المشاهدين ونتمنى من الجميع إن شاء الله نحن عم نحكي على أول يومين بأول يومين من المعرض مع أنه نيربين أول يومين ما فينا نحكم أول يومين عن معرض مقام لمدة شهر وبكل المحافظات السورية بس مثل ما خبرنا أنه ما شاء الله يعني أنه رقم منيح ما يقارب المليون ليرة خلال هذين يومين والأعمار يوم مين الأكتر حدا يعني هيك عم يزور المعرض وعم ياخد كتب هلأ جميع الفئات العمرية هلأ مثلا الشريحة الأكبر سننا بتقصد المراكز الثقافية نقاط البيع الجامعات شريحة الشباب بتقصدوا أكتر شي في بتلاقي نسبة حتى من الأهالي يعني جايبين أطفالهم بنتقول لهم قصص وروايات حلو أنه بتركوا له أمرات حرية أنه يختار هو القصة مثلنا مجلات شامة وأسامة وقصص منوعة على الأطفال وأسعارها شبه رمزية تربين على أسامة صحيح إلا يا تا إلا ميزة أسامة جزء من ذاكرتنا صارت بالوقت المتبقي اليوم خلينا نحكي عن إذا نقول رسالة حاببة توجهها اليوم لكل القراء السوريين لكل الشباب السوريين نحكي عن غنى هذا المعرض إذا فيه مثلا أرقام لعدد العناوين المتواجدة العناوين نحن في معرضنا في قليلة الأداب ما يقارب الألف عنوان في المعارض الأخرى يزيد عدد العناوين إلى ألف وخمسمائة عنوان لغاية الألفين عنوان هلأ بجوز تقول لي ليش في الفرق بين ليش فون ألف ليش مهنين هلأ بالشام هون كتير الطلب مثلا على الكتب وكمية وكذا يوجد عناوين مثلا منافته لدينا هنا بعض العناوين قد نفذة لهذا السبب وسيتم تزويد المعرض خلال فترة إقامته بجميع الكتب التي تصدر عن الهيئة العامة خلال فترة صدور المعرض سيتم تزويد المعرض بها فورا نعم نحكي عن عنوان قديمة وعناوان جديدة عنوان جديدة حديثها راح تكون موجودة عنوان جديدة يعني هنا بالمعرض هون حاليا بداية ما يقارب 12 ألف نسخة وسيتم تزويدها بشكل دوري نعم للمعرض الآن هؤلاء المعارض المهمين اليوم مو بس بالموضوع الثقافي ولكن اقتصاديا على دور النشر ويعني على الواقع الاقتصادي بشكل عام اليوم ملخص الشهر شو ممكن تطلعوا بنتيجة يعني كمسؤولين عن هذا المعرض كمسؤولين عن هذا هلأ نحن تقدم الهيئة الكتاب وتسعى إلى تقديمه الكتاب إلى جميع شرائح المجتمع وما تقدمه الهيئة العامة السورية للكتاب لا يمكن لأي دار نشر أن تقدمه للقارئ وفي نهاية نتمنى من الجميع المهتمين بالقراءة زيارة معرضنا واختناء كتبه إن شاء الله ونحن نشدد على دعوتك هذا المعرض هو لألنا للسوريين معرض الكتاب السوري باختلاف عن معرض مكتبة الأسد الوطنية مثل ما ذكرنا هناك بيكون في عنوين عربية ومشاركات عديدة ولكن هنا نحكي عن النتاج الفكري السوري بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا السيدة ماهر الشدعيدي مدير المعارض في الهيئة العامة السورية للكتاب شكرا لألكم نعطيكم الفعاف سعد صباحك وهيك إن شاء الله على طول بالنجاح والدفاع فيه سعد صباح نعطيك الفعاف